بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع مواصفات ساعات قياس الضغط Specification of Pressure Gauges تختلف ساعات قياس الضغط فيما بينها في العديد من المواصفات وهو ما سأتحدث عنه بشيء من التفصيل في هذا العرض التقديمي بالنسبة لي المواصفات العديدة التي تختلف فيها ساعات قياس الضغط تختلف فيما بينها بالنسبة لي مبدأ العمل Operation نوع ساعة القياس طريقة عرض القراءة هل ساعة القياس معبأة بمادة لقلسرين أم أنها جافة ما هي الوحدة الخاصة بالتدريج ما هو المقاس الذي يتم توصيل أو تثبيت ساعة القياس من خلاله ما هي القراءة Least Count الضغط التشغيلي Working Pressure قياس ساعة قياس الضغط درجة الحرارة التي تتحملها ساعة القياس مقدار الدقة طريق التركيب ساعة القياس مدى القياس أو ال Range وأخيرا الوسيط الوسيط هنا المقصود به ما هي المادة التي تقيس ساعة قياس الضغط الضغط الخاصة لها هل هي مادة غازية أم مادة سائلة أو مادة كيميائية إلى آخرين دعونا بداية أن نتحدث عن مبدأ عمل ساعة قياس الضغط لاحظوا أحد من أهم طرق تشغيل ساعة قياس الضغط هو ما يسمى بأنبوب بوردون أو البوردون تيوب تحتوي ساعة القياس من الخلف على أنبوب هذا الأنبوب يكون على شكل حرف سي يكون مصنع من معدن له خاصية المرونة فعندما يدخل الوسيط إلى داخل هذا الأنبوب نتيجة ارتفاع الضغط يتمدد هذا الأنبوب فيسحب الذراع المبين في هذه الصورة يسحب هذا الجزء المسنن وهذا الجزء المسنن يعشق مع ترس صغير وهذا الترس الصغير مثبت عليه المؤشر فعندما يدور الترس الصغير يدور المؤشر فيشير إلى القراءة إذن هذا يسمى بـ C-shaped بوردون تيوب براشر جيج أو ساعة قياس ضغط أنبوب بوردون على شكل حرف سي طبعا هذا النوع من التشغيل وهو أنبوب بوردون على شكل حرف سي عادة يكون لساعات القياس التي يكون مداها نوعا ما قليل حتى نزيد من مدى قراءة ساعة القياس يمكن زيادة أو زيادة طول أنبوب بوردون من خلال استخدام ما يسمى بـ الهيليكال بوردون تيوب إذن لاحظ هذا الجزء من منبوب بوردون هنا ملفوف بمقدار معين لفتين أو لفتين ونصف الغرض من هذه اللفات هو زيادة مدى القراءة التي يقيسها ساعة القياس إذن هذا يسمى بـ الهيليكال بوردون تيوب براشر جيج أو ما يسمى بـ ساعة قياس ضغط انبوب بوردون ملفوف في بعض الأحيان يكون أنبوب بوردون على شكل حلزوني ويسمى سبايرل بوردون تيوب كما هو مبين في هذا الشكل وهذا يعطي مجال أوسع للقراءة إذن هذا يسمى بـ ساعة قياس ضغط انبوب بوردون ملفوف بشكل حلزوني أو سبايرل في المصانع التي تتعامل مع المواد الكيميائية التي تكون كروسف بمعنى تكون مادة آكلة ومن الممكن أن تؤثر على المكونات لساعة القياس يفضل استخدام ما يسمى بـ ساعة قياس الضغط التي تحتوي على غشاء مرن الديافرام براشر جيج كما هو مبين في الشكل على اليمين لاحظ عندما يدخل الوسيط بضغط مرتفع إلى داخل هذه الساعة فإن هذا الضغط يضغط على غشاء مرن كما هو مبين وهذا الغشاء يتصل معه هذا الذراع وفي النهاية عملية دفع أو سحب هذا الذراع يؤدي إلى تدوير الترس الذي يربط المؤشر فيشير المؤشر إلى مقدار القراءة يكثر استخدام هذه الساعات في المصانع التي تتعامل مع مواد كيميائية إذن هذا يسمى بـ ديفرام براشر جيج أو ساعة قياس ضغط بغشاء مرن تختلف ساعة قياس الضغط بالنسبة لطريقة تركيبها ومكان التوصيل الغالبية العظمى لساعة قياس الضغط تكون من هذا التصميم بالنسبة للتركيب تكون السوكت المسننة موجودة في الأسفل إذن هذه تسمى بـ بمعنى ساعة قياس ضغط تركيب من الأسفل بعض ساعة القياس يتم توصيلها وتركيبها من خلال سوكت موجودة في الخلف وتكون موجودة في الوسط كما هو مبين في هذه الصورة إذن هذه تسمى بمعنى ساعة قياس ضغط تركيب من الوسط ولكن من الخلف بعض ساعة القياس تحتوي على فلنجة إضافية وهذه الفلنجة إما تكون في مقدمة الساعة أو في الخلف فإذا كانت في المقدمة كما هو الشكل الموجود على اليسار تسمى هذه الساعة بالفرونت فلنج تايب براشر جيج وفي بعض الأحيان تسمى بالفرونت بانيل فلنج تايب براشر جيج أو ساعة قياس ضغط بفلنجة أمامية النوع الآخر هي الفلنجة التي تكون موجودة في خلف ساعة القياس كما هو موجود في هذه الصورة على اليمين وتسمى بلبلاء الباك فلنج تايب براشر جيج أو ساعة قياس ضغط بفلنجة خلفية بعض ساعات قياس الضغط تكون السكت المسننة موجودة بالخلف ولكن في الأسفل كما هو مبين في هذا الشكل يسمى هذه الساعات بلور باك ماونت براشر جيج ساعة قياس ضغط تركيب من الأسفل ولكن من الخلف بعض ساعة القياس يكون السكت المسننة موجودة على الجانب إما تكون على الجانب اليمين أو الجانب من جهة اليسار وفي هذه الحالة تسمى بصاعد ماونت براشر جيج بمعنى ساعة قياس ضغط تركيب من الجانب تختلف ساعات قياس الضغط بالنسبة لي طريقة عرض قراءة الضغط أو ميسمى بالدس بلي على جهة اليسار هنا هنا طريقة العرض هي طريقة رقمية أو ميسمى بديجيتال ديس بلي وتسمى هذه الساعة بديجيتال براشر جيج طبعا تظهر هنا القراءة كرقم مباشرة على شاشة وتظهر الوحدة مصاحبة لهذه القراءة تمتاز هذه الساعات الرقمية بأنها تقيص بحساسية عالية جدا مقارنة بالنوع الآخر من طريقة العرض وهي الطريقة الشائعة التي تحتوي على مؤشر وتسمى بالانالوج ديس بلي وتحتوي هنا على مؤشر ويوجد تدريج يشير لها هذا المؤشر أيضا تختلف ساعة قياس الضغط بالنسبة لنوع القراءة التي نقرأها فعلى سبيل المثال عندما نقول أن ساعة القياس هي براشر جيج فمعنى هذا الكلام أن القراءة التي تقرأ هذه الساعة تكون قراءة نسبية بمعنى هذه القراءة هي نسبة إلى الضغط الجوي فعلى سبيل المثال هنا الساعة تقرأ قراءة مقدارها صفر طبعا هنا مقدار قراءة الساعة الفعلية يجب أن تكون واحد ضغط جوي لأن هذه الفتحة أو هذه الساعة معرضة إلى الضغط الجوي إذا لاحظ هنا القراءة تكون صفر بمعنى مقدار القراءة بالنسبة للضغط الجوي هي صفر بعض ساعات القياس تقرأ الضغوط التي تكون أقل من الضغط الجوي لاحظ هنا على اليسار هنا جزء من التدريج موجود بقيمة سالبة إذن هذا الجزء هو قراءة لمقدار الضغط المفرق بمعنى أقل من الضغط الجوي أيضا هنا بالنسبة للساعة على اليمين أيضا القراءة تبدأ بقيمة سالبة لاحظنا على سبيل المثال بالتدريج الأحمر ناقص 100 كيلو باسكال هناك ساعة قياس تقيس الفرق ما بين نقطتين يكون لهذه الساعة فتحتان وكل فتحة يتم إيصالها بنقطة معينة إذن القراءة التي تظهر على الشاشة هنا تعطينا الفرق ما بين الضغط بين هتين النقطتين إذن لاحظنا على اليسار يبين مبدأ عمل هذا النوع من الساعات لاحظ بالنسبة لي ما هو مكتوب داخل الساعة PSI بمعنى القراءة التي تظهر هنا هي بوحدة الباوند لكل سكوير إنش ولكن هنا حرف capital D بمعنى difference بمعنى الفرق إذن هنا DP أو delta P بمعنى الفرق ما بين الضغط في نقطتين تسمى هذه الساعات بـ differential pressure gauge أو ساعة قياس الضغط التفاضلي أيضا تختلف ساعة قياس الضغط بالنسبة لي احتواءها على مادة الجليسرين وهما تسمى بـ liquid filled إذن هذه الساعات يتم تعبئتها بكمية من مادة الجليسرين ومعروف مادة الجليسرين مادة لزجة الغرض من استخدام هذه المادة اللزجة مع ساعة القياس أن بعض ساعة القياس تكون معرضة إلى الاهتزازات أثناء العمل وتكون معرضة إلى ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في قراءة الضغط فهذا يؤدي إلى تشغيل المؤشر بشكل مفاجئ إذن لاحظ هذه الحركات المفاجئة وهذه الاهتزازات تؤدي إلى تلف المكونات وتؤدي إلى تغيير في دقة هذه القراءة إذن وجود هذه المادة اللزجة يؤدي إلى تحريك المؤشر والمكونات الداخلية بسهولة بدون أن تتلف هذه المكونات لاحظ لا يتم تعبئة مادة القلسيرين بالكامل داخل الساعة دائما وأبدا يجب أن يكون هناك ما يسمى بالفجوة الهوائية بالبابل الغرض من وجود هذه الفجوة الهوائية هي السماح للسائل بحرية التمدد في حال تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة أيضا من الأغراض التي يقوم بها مادة الجليسيرين هي عملية تزييط لمكونات ساعة القياس وهذا يؤدي إلى الحفاظ عليها فتدوم فترة زمنية أطول تستخدم بشكل عام ساعة قياس الضغط المعبئ بمادة الجليسيرين في حال استخدامها عند درجات حرارة منخفضة نوعا ما بحدود 60 درجة مئوية أو أقل إن استخدام هذه الساعات في درجات حرارة مرتفعة يؤدي إلى تمدد مادة الجليسيرين ويؤدي إلى ضغط أو انضغاط مادة الجليسيرين داخل الساعة فتعيق عملية قراءة هذه الساعة النوع الآخر الذي يسمى لـ Dry Pressure Gage أو بمعنى ساعة قياس ضغط جافة لا تحتوي هذه الساعة على مادة الجليسيرين طبعا هذا النوع من ساعة القياس يستخدم عند تعرض الساعة لدرجات حرارة عالية جدا يجب أن تكون من النوع الجاف من الاختلافات الأساسية بين ساعات قياس الضغط هي الوحدة التي تقيس التدريج أو ما يسمى بـ Scale Unit لنبدأ من الصورة على اليسار في الأعلى لاحظة هذه الساعة يوجد لها تدريجان التدريج الخارجي باللون الأسود يسمى بالتدريج الأساسي أو لـ Primary Scale طبعا اللون الأسود هنا يقرأ بوحدة الميجا باسكال بينما التدريج الداخلي باللون الأزرق يسمى بالتدريج الثانوي وهو بوحدة البار طبعا لاحظ هنا العلاقة بين الميجا باسكال والبار كل واحد ميجا باسكال يكافئ 10 بار على سبيل المثال لاحظ لو كان المؤشر يشير إلى رقم 2 ميجا باسكال فهي مساوية لـ 20 بار الساعة الموجودة هنا على اليمين لاحظ يوجد لها تدريجان بالبار والبي اس آي وتعتبر هذه الساعة من أكثر أنواع الساعات شيوعا من حيث وحدات القياس هنا بالبار والبي اس آي طبعا على علاقة بين البار والبي اس آي كل واحد بار يكافئ 14.5 بي اس آي بمعنى لو كان المؤشر على سبيل المثال يشير إلى الرقم 10 باللون الأحمر بمعنى 10 بار إذن قراءة 10 بار هي مكافئة لهذا التدريج وهذا التدريج هو 145 بي اس آي لاحظ هنا الساعة تقيص بوحدتين الكيلو باسكال التدريج باللون الأحمر والبي اس آي بالتدريج الأسود هذه الساعة هنا يوجد فيها تدريجان ووحدتان التدريج الخارجي باللون الأزرق يقيص بوحدة البي اس آي بينما التدريج الداخلي باللون الأحمر يقيص بالكيلو جرام قوة لكل سنتيمتر مربع طبعا كل واحد كيلو جرام قوة لكل سنتيمتر مربع تقريبا تكافئ واحد بار أو واحد ضغط جوي هذه الساعة هنا فيها وحدتان ووحدة القياس هنا بإقدار الارتفاع بالزيبق التدريج الخارجي هنا يقيص كم إنش زيبق والتدريج الداخلي باللون الأحمر هو تدريج متري بالمليمتر زيبق الساعة هنا الأخيرة هنا لاحظ يوجد ثلاث تدريجات وثلاث وحدات التدريج الخارجي باللون الأسود يقيص بوحدة الميجا باسكال والبار بينما التدريج الداخلي باللون الأحمر يقيص بوحدة البي اس عي على سبيل المثال لو كان المؤشر يشير إلى الرقم أربعة فأربعة هنا معناها أربعة ميجا باسكال طبعا معروف الواحد ميجا باسكال تكافئ عشر بار إذن الأربعة ميجا باسكال تكافئ ربع البار وحتى نحول ربع أو أربع عشر البار عفوا أربع عشر البار إلى بي اس آي نضربها في مئة و خمسة و أربعين تختلف ساعات قياس الضغط بالنسبة لمقاس السكت أو مقاس التوصيل لاحظ هذا الجزء هو الذي يتم توصيل ساعة القياس من خلاله ويسمى بسكت سايز لاحظ في الأسفل هنا مجموعة من القياسات لاحظ هنا قياس السكت هو ربع إنش في الوسط هنا القطر أكبر نوعا ما ثلاث أثمان وهنا القطر هو نصف إنش لاحظ بالنسبة للن بي تي هنا هذه عبارة عن مواصفة أمريكية للأسنان هذه اختصارا لناشونال بايب ثريت بمعنى مسنن مصنع أو مقطوع حسب المواصفة المحلية ومقطوع على سطح خارجي أنبوبي لاحظ الساعتان الموجودتان في الأعلى طريقة التوصيل طريقة جانبية بالنسبة لهذه الساعة لاحظ طريقة التوصيل السكت موجودة على جهة اليمين إذن تسمى ب right side mount بينما الساعة هنا الموجودة على اليمين لاحظة السكت موجودة على جهة اليسار إذن طريقة التركيب هنا هي left side mount هناك اختلاف بين ساعات قياس الضغط بالنسبة للليست count أو أقل قراءة للتدريج ببساطة أقل قراءة للتدريج هي المسافة ما بين تدريجين متتاليين على سبيل المثال هذه ساعة القياس يوجد فيها تدريجان التدريج الخارجي باللون الأسود يقيس بوحدة PSI بينما التدريج الداخلي باللون الأحمر يقيس بوحدة البر إذا أردنا حساب كم أقل قراءة للتدريج بوحدة PSI معنى هذا الكلام أن المطلوب كم المسافة ما بين هذه الشرطة وهذه الشرطة بوحدة PSI حتى نعرف مقدار هذه المسافة ما بين هتين الشرطتين على سبيل المثال نأخذ الشرطتين 150 و 200 PSI لاحظونا الفرق ما بين هتين القراءتين هو 50 PSI لاحظ لو قمنا بإجراء عملية عد لعدد التدريجات الموجودة داخل 50 PSI هنا تدريج 1 2 3 4 5 إذن 5 تدريجات قيمة 50 PSI إذن التدريج الواحد قيمته هو ببساطة 10 PSI إذن طريقة قراءة هذه الشرطة هذه الشرطة تقرأ 160 PSI الشرطة التي تليها 170 PSI إذن نقول هنا أن أقل قراءة للتدريج بالPSI هو 10 PSI لاحظ بالنسبة للتدريج الداخلي بوحدة البار على سبيل المثال لو أخذنا التدريج 5 بار والتدريج 10 بار إذن لاحظنا المسافة ما بين هاتين الشرطتين هو ببساطة 5 بار لو قمنا بعد عدد التدريج الموجودة داخل 5 بار إذن هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن 10 تدريج إذن 5 بار هنا يمثل 10 تدريج إذن التدريج الواحد ببساطة هو نصف بار إذن نقول هنا أن أقل قراءة للتدريج بوحدة البار هي نصف بار بمعنى حتى نقرأ التدريج لاحظ هنا الخمسة بار التدريج الذي يليه مباشرة هو خمسة ونصف إذن هذه 6 6 ونصف 7 7 ونصف 8 إلى آخر إذن هنا نقول أقل قراءة هي عبارة عن نصف بار إذن هذا ميسمى ب least count أيضا تختلف ساعات القياس بالنسبة لحدود الضغط التشغيلي أو ما يسمى الworking pressure limitation لاحظ على سبيل المثال ساعة القياس الموجودة أمامنا هنا أقصى تدريج موجود على هذه الساعة بوحدة ال-PSI هو 600 PSI طبعا لاحظ هنا لا يجوز استخدام هذه الساعة لضغوط تشغيل تقريبا تكون قريبة من 600 PSI الشركات المصنعة لساعات القياس توصي بنسبة معينة من أقصى تدريج فعلى سبيل المثال إذا كانت الساعة مخصصة لقراءة الضغط للسوائل أو الوسائط المتحركة dynamic pressure كما هو في أنظمة ال-hydraulic و-neumatic لاحظونا توصي هذه الشركة بأن يكون مقدار الضغط التشغيلي تقريبا 60% من ال-range الخاص بالتدريج على سبيل المثال بالنسبة لهذه الساعة هنا نقول أن هذه الساعة تناسب ضغط تشغيلي قيمته ستين بالمئة مضروبة في ستمائة بي اس اي إذن ستين بالمئة مضروبة في ستمائة إذن لاحظونا صفران مع صفران إذن هنا ستة في ستين إذن هنا ثلاثمائة وستين بي اس آي إذن نقول هذه الساعة في حال استخدامها للتطبيقات التي يكون فيها الضغط ديناميكي بمعنى متحرك تصلح هذه الساعة للضغط التشغيلي الذي يكون بحدود ثلاثمائة وستين بي اس آي لاحظ لو كانت ساعة القياس مطلوب أن تقرأ ضغط استتيكي بمعنى ضغط ثابت بمعنى سوائل أو غازات موجودة تحت ضغط بدون أي حركة لاحظونا إذا كان مقدار الضغط أقل من خمستعشر ألف بي اس آي يكون الرينج هو تسعين بالمئة بينما أكبر من خمستعشر ألف بي اس آي يجب أن تقل وتصبح خمسة وسبعين بالمئة من أقصى تدريج للساعة أيضا تختلف ساعات القياس بالنسبة لقياسها القياس المخصوط بها قطر ساعة القياس لاحظ عملية اختيار الساعة ذات القطر الكبير أو الصغير يعتمد على مكان تثبيت هذه الساعة ومكان العامل الذي يريد قراءة هذه الساعة فإذا كانت المكان بعيد نوعا ما عن العامل يجب أن تكون بقياس كبير وإلا تكون بقياس أقل أيضا تختلف ساعات القياس بالنسبة لتحملها لدرجات الحرارة أو ما يسمى بالأوبريتينج تيمبرجر بشكل عام كل ساعات القياس بغض النظر عن مواصفاتها تتحمل درجات حرارة لغاية ستين درجة مئوية لاحظ إذا كان درجة الحرارة لغاية ستين درجة مئوية يمكن استخدام ساعة القياس التي تكون مملوئة بمادة الجليسيرين ولكن إذا كان الضغط أو إذا كانت الحرارة التي يتعرض لها ساعة القياس قيم أكبر من ستين درجة مئوية على سبيل المثال مئة درجة مئوية أو مئتين يجب أن تكون هذه الساعة جافة وأيضا يجب أن تصنع المكونات لهذه الساعة من مادة الستين وليس من مادة البراس وهو النحاس الأصفر لاحظ النحاس الأصفر لا يتحمل درجات حرارة عالية مقارنة بالفولاد المقاوم للصداء الستين لاحظ لسه بالمثال بالنسبة لمواصفة هذه الساعة بالنسبة لقياسها هنا 2 إنش بالنسبة للدقة سأتحدث عن الدقة بالنسبة للتدريج لاحظونا تدريج مزدوج dual بالPSI والبار بالنسبة للموفمت المقصود هنا بالموفمت البوينتر أو المؤشر لاحظ مصنوع من كبر اللويد بمعنى مزيج من النحاس سبائك نحاسية بالنسبة للبوردون تيوب نبو بوردون الموجود داخل هذه الساعة أيضا مصنع من كبر اللويد سبائك من النحاس بالنسبة للويندو هنا المقصود بالويندو هو الشاشة هذه الشاشة الشفافة هنا مصنع من الكيس هنا هو الغلاف الخارجي الجانبي الأسطواني لاحظ مصنع من طبعا الغرض من هو عملية الحماية بمعنى عندما تتعرض هذه الساعة إلى ظروف جوية قاسية فإن الفلاد المقاوم للصدى يتحمل هذه الظروف بالنسبة للنومينال تيمبريتشر لاحظونا درجات الحرارة أو الرينج المدى لتحمل درجة الحرارة هي ما بين ناقص 20 درجة مئوية ولغاية 60 درجة مئوية بالنسبة للليكويد فيلينغ بمعنى التعبئة داخل هذه الساعة معبئة بمادة الجليسيرين طبعا سبب وجود مادة الجليسيرين هي زيادة الحماية للمكونات لهذه الساعة أيضا تساعد في تخفيف أثر الاهتزاز والنبضات التي تتعرض لها هذه الساعة أثناء ارتفاع الضغط المفاجئ أو انخفاض الضغط المفاجئ وأيضا فائدة مادة الجليسيرين هي مادة تزييد تزيد من عمر التشغيل لهذه الساعة بالنسبة لدقة القراءة أيضا تختلف ساعات القياس بالنسبة لدقة القراءة طبعا كل ساعة يجب أن تحتوي على كلاس أو بمعنى درجة للدقة على سبيل المثال لو أخذنا هذه الساعة إذا انتبهنا هنا داخل التدريج مكتوب هنا الأكيرسي 16 طبعا هنا المقصود بـ 16 أنه 16 بالمئة من أقصى تدريج لهذا الساعة أقصى تدريج هنا على سبيل المثال التدريج الخارجي هنا بوحدة البار إذا نضربها بـ 16 إذا نقول هنا 6 بالعشر بالمئة مضربة في 16 هي قيمة الدقة في القراءة طبعا هنا الدقة المقصود بها كم مقدار صحة القراءة التي نقرأها بواسطة هذه الساعة بالنسبة للقراءة الفعلية الصحيحة بالنسبة لهذه الساعة لاحظ مدوم داخل هذه الساعة قيمة الدقة لاحظ class 1 ومعنى class 1 أن هذه الساعة مقدار الدقة فيها هي 1% من أقصى تدريج لهذه الساعة وهي 10 بار دعونا نقوم بإجراء هذه العملية الحسابية 1% مضروبة في 10 بار إذن تساوي 10 البار إذن نقول هنا أن مقدار الخطأ المسموح للقراءة خلال هذه الساعة هو فقط 10 البار إذن لاحظونا عند إجراء عملية calibration أو معايرة لهذه الساعة يجب أن لا تزيد هذا الخطأ عن هذه القيمة لاحظ بالنسبة لهذه الساعة مقدار الدقة هي 1.6% من أقصى تدريج وهنا أخيرا هذه الساعة تقيص بدقة مقدار 2.5% من أقصى تدريج بالنسبة لمجال القراءة أو Reading Range هي ببساطة أقل قراءة وأعلى قراءة لساعة القياس فعلى سبيل المثال هنا ساعة القياس هنا فيها تدريجان التدريج الخارجي بوحدة البار والداخلي بوحدة PSI بالنسبة للتدريج بوحدة البار أقل قراءة هي صفر وأعلى قراءة هي 4 بار إذن نقول المجال هنا من صفر إلى 4 بار بالنسبة للتدريج بوحدة PSI هنا أقل تدريج هو صفر وأعلى تدريج هو 60 PSI لاحظنا بالنسبة لمقدار الدقة لهذه الساعة هو 2.5% إذن مقدار الدقة هنا نوعا ما منخفض مقارنة بالأنواع الأخرى بالنسبة لهذه الساعة لاحظ جزء من التدريج الموجود على هذه الساعة يقرأ بقيمة سالبة إذن هنا هذه الساعة تقيس الضغط المفرغ أو مسمى بالفاكيوم بالنسبة للتدريج الخارجي باللون الأسود هو بوحدة PSI إذن range نقول من ناقص 30 إنش زئبق ولغاية 30 إنش زئبق بالنسبة للتدريج الداخلي بوحدة الكيلو باسكال نقول range أو المدى من ناقص 100 ولغاية 200 كيلو باسكال بالنسبة للوسيط المقصود بالوسيط هنا ما هي المادة التي يتعامل معها ساعة القياس هل هي هواء مضغوط أم هو سائل هيدوليكي أم هو مادة كيميائية أو هي بخار إلى آخر لاحظ في بعض ساعات القياس تكون مخصصة لضغوط منخفضة نوعا ما مثل هذه الساعة لاحظ هذه الساعة مخصصة لقياس ضغط الهواء المضغوط إذن هذه Air Pressure Gage تستخدم مع أنظمة أنيوماتيك لاحظ في أنظمة أنيوماتيك تقريبا أعلى ضغط هو 10 كيلوغرام لكل سنتمتر مربع بمعنى تقريبا 10 بار لاحظ الضغط التشغيلي في أنظمة أنيوماتيك في الغالب يكون 7 أو 8 بار بالنسبة للساعة الموجودة في الوسط هنا لاحظ هنا أقصى قراءة لهذا التدريج نوعا ما مرتفعة لاحظ بالنسبة للتدريج بوحدة البار باللون الأسود لاحظ أعلى قراءة هنا هي 400 بار إذن واضح أن هذه الساعة مخصصة لأنظمة الهايدروليك التي تعمل بضغوط مرتفعة إذن نقول هذه الساعة مخصصة لقياس ضغط السوائل الهايدروليكية لاحظ بالنسبة لدقة هذه الساعة هي 1 و 6 بال العشرة لاحظونا بالنسبة لهذه الساعة كما ذكرت في البداية بالنسبة لمبدأ العمل هذه الساعة هي تسمى ديافرام براشر الساعة إذن نستخدم هذه الساعة خصيصا للمواد الكيميائية إذن هذه ساعة قياس ضغط للمواد الكيموية إذن بهذه الطريقة نوضح أو وضحت ما هي الاختلافات بين المواصفات العديدة لساعة القياس إذا أعجبك هذا العرض التقديمي يرجى الاشتراك في القناة شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته